حتى الأطباء ذو المهنة الإنسانية البحتة لم يجدوا من يحميهم مع غياب القانون وفوضى السلاح في العراق حينما يكون صاحب السلاح هو صاحب السلطة الأعلى لا قانون فوقه ولا رقيب يفعل ما يشاء وبمن يشاء اللجنة الدولية للصريب الأحمر حذرت من خطورة تصاعد العنف ضد الكوادر الطبية في العراق مطلقة حملة توعوية من الظاهرة تحت عنوان الرعاية الصحية في خطر ويبدو أن الخطر الذي قصدته الحملة يتبلور بإحصائيات صادمة عن عدد الاحتداءات على الأطباء في العراق حتى قال الصليب الأحمر إن مهنة الطب هي الأكثر تعرضا للعنف بين جميع المهن تتجاوز التهديدات التي تمس العاملين بالمستشفيات وفقا للجنة العنف المرتبط بالنزاع المسلح فهناك الأعمال الانتقامية على شكل إساءة لفظية أو جسدية أو التهديد أو الاختطاف أو حتى القتل ما دفع آلاف الكفاءات الطبية إلى مغادرة البلاد وكأن يدا خفية تحاول وما زالت إفراغ العراق من كفاءاته وجعله بيئة غير صالحة للعيش بكل المقاييس مسح ميداني لفريق طبي في بغداد قال إن سبعين بالمئة من العاملين بالمجال الطبي يرغبون بالهجرة نظرا للبيئة غير الآمنة المحيطة بهم فقد يفقد أحدهم حياته في حالة غضب أحد ذوي المرضى أو إحدى الشخصيات المتنفذة سياسيا وأسكريا أو حماياتها وكالعادة تطوى القضية بأدراج المحاكم هذا بالإضافة لما قالته منظمة أطباء بلا حدود من أن العمليات العسكرية الشمالية وغرب العراق خلفت قصورا كبيرا في القطاع الصحي فقد تعرضت المرافق الطبية للتدمير علاوة على نزوح أو هجرة غالبية أفراد طواقمها وبمشهد العنف السائد في البلاد هذا تدور معاناة جميع شرائح المجتمع العراقي في فلك خال من الحلول فيما يدور حكام العراق الجدد في فلك آخر بعيدا عن الواقع وعن المسؤولية